السلام عليكم رسمياً دار الإفتاء المصرية تعلن عن موعد الأول من رمضان لعام 2023-1444 قبل البدء أتمنى لا تنسوا دعمكم لنا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد لو تشوفوا القناة الأول مرة أتمنى عمل جولة سابعة على محتوى القناة بإذن الله ستنال أعجبكم كل عام والأمة الإسلامية بخير ساعات قليلة تفصيلنا عن الأول من رمضان لعام 2023 حيث أعلنت منذ قليل دار الإفتاء المصرية عن موعد الأول من رمضان لعام 2023 وحيث استطلعت دار الإفتاء اليوم سلساء الموافق 21 من مارس لعام 2023 هلال شهر رمضان لعام 2023 بوسطة لجان الشرعية المنتشرة في أنحاء جمهورية وتبين لها شرعاً عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان لعام 2023 ولذلك أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غدا الأربعاء الثاني والعشرين من مارس 2023 هو المتمم لشهر شعبان 1444-2023 وبعد غدا الخميس الموافق الثالث والعشرين من مارس 2023 هو أول أيام شهر رمضان لعام 2023 كل عام والأمة الإسلامية بخير جاء ذلك بعدما أعلنت البحث الفلكية أن رؤية هلال شهر رمضان اليوم سلساء ستكون مستحيلة بسبب غروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقترام بعد غروب الشمس حيث دولت هلال شهر رمضان 2023 اليوم سلساء الموافق 21 مارس بعد حدوث الاقترام في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساء بتوقيت القاهرة المحلي وأن عند بقية الهلال شهر رمضان يلاحظ أن الهلال لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس شمس ذلك اليوم في مدينة القاهرة وباقي المحافظات كل عام والأمة الإسلامية بخير تابعونا ولا تنسوا دعمكمنا ترجمة نانسي قنقر